أهلا بكم يا أصدقائي في سبوت آن المشاهير جوابي على أسئلتكم الجزء الرابع لنبدأ بأول سؤال يقول هل ستغيرين اسم قناتك وما هو الاسم الجديد؟ كلا هذه إشاعات لن أغير اسم القناة وسيكون دائما سبوت آن المشاهير لنأخذ سؤال الثاني وهو هل بيرل وأرسين بعلاقة حب؟ وهل تصوير مارت ومعه بنت داخل بيته حقيقة؟ شكرا لك أحبك جدا شكرا وأنا أحبكم لأرد على أول سؤال نعم بيرل وأرسين بعلاقة حب ولقد نشرت قبل ذلك فيديوهات كثيرة عن علاقتهم أما السؤال الثاني لا أعرف أي فيديو تقصدين ولكن كان يوجد فيديو قديم لمارت رمضان ومعه صديقته وأصدقائه يدخلوا لبنزله في الليل وبعدها لم تظهر هذه الصديقة معه مرة أخرى حسنا سؤال آخر يقول هل صحيح موت أم هاندا؟ نعم صح والدة هاندا السيدة آيلين توفيت في عام 2019 بعد صراع مع المرض لنأخذ سؤال جديد نسلهان مش هتعمل مسلسل جديد؟ نعم نسلهان أتقول لديها مسلسل بالفعل باسم حب في أيام الاحتلال ومن المخطط عرضه في عام 2025 وهو مسلسل تأريخي طيب لنأخذ سؤال آخر هل مارت كانت لديه حبيبة قبل أفره؟ نعم يا أصدقائي مارت رمضان كان على علاقة مع سيرا أري تورك ونشرت تفاصيل علاقتهم بفيديو سابق لنأخذ سؤال آخر سبوت أون مش جول كون أصلا متزوجة هي تقصد هنا الممثلة جوز دا كانسو وكلا هي ليست متزوجة حاليا سؤال آخر يسأل عن المنطقة التي تقيم بها هاندا وهل تزوجت أم لا هاندا تقيم في منطقة بيكوز في إسطنبول وكلا هي لم تتزوج حسنا لنأخذ سؤال آخر هل ممكن أن تتكلمي عن بورجو أوزبرك؟ بالطبع ممكن آخر خبر عن بورجو هي هذه الصورة التي انتشرت لها مع الممثل جو كان أل كان وهما يقضيان العطل سويا في روما وسبق أنهم اجتمعوا في بطولة مسلسل الملكة لنأخذ السؤال من صديقتنا تقول هي البيرة حرام صح؟ بالتأكيد حرام فهي نوع من أنواع الكحول لنأخذ السؤال آخر من صديقتنا تقول أنا أدعمك يا سبوت أون كثيرا وأحبك ولكن هل أفرى تخون مارت رمضان؟ أم كل كلام الصحافة ترويج؟ في البداية شكرا لكلامك اللطيف وردا على السؤال في وجه التضري كلا أفرى لم تخون مارت مع الرجل الذي ظهر معها السؤال الآخر هل أفرى ومارت متخاصمين؟ خرجت هذه الأخبار بسبب آخر منشور نشرته أفرى مارت لم يقوم بالإعجاب فيه لذلك تكلموا البعض أن بينهم مشاكل ولكن لا يوجد خبر أكيد لنرى سؤال آخر هل انتقلت أفرى إلى نيويورك؟ كلا لم تنتقل هي فقط في عطلة مع عائلتها وكذلك تأخذ كورس لتعليم اللغة الإنجليزية وقريبا ستعود لتركيا لنرى سؤال آخر هل مارت انزعج من كلام الصحافة عن أفرى؟ بالتأكيد انزعج لأنهم يقولون أن أفرى قامت بخيانته مع رجل أعمال ثري لنرى سؤال جديد يقول شكرا على الفيديو استمتعت بصوتك الجميل وسؤال مارت حصل على جائزة أفضل ممثل عندك معلومة أنه يستلم الجائزة؟ في البداية شكرا لكلامك الجميل وترجعك وبالنسبة للجائزة فعلا بحسب موقع وانديو بيرتان أسلامي ومارت رمضان ديمير أفضل ممثلين في هذا الموسم ولكن هذا ليس حفل إنه مجرد تصويت للجمهور في موقع ألكتروني سؤال آخر تسأل عن جواب مارت في هذا الفيديو عندما قال له المذيع كم طولك؟ رد مارت قائلا أطول مما أبدو عليه مارت هنا لم يرد على السؤال ولكن تقريبا طول مارت هو متر وثمانون سنتيمتر لنرى سؤال آخر متى ترجع أفراء إلى تركيا؟ لا أحد يعلم ولكن أنا أتوقع بعد أسبوعين لنأخذ السؤال آخر يقول لماذا لا يعمل قناة لمسلسل طائر الرفراف مثل باقي المسلسلات؟ يا عزيزتي المسلسل له قناة فقط أكتبي في بحث اليوتيوب تظهر القناة الرسمية وفيها أكثر من خمسة ونصف مليون مشترك لنرى سؤال آخر عن مليسا أسليبا موك هل ستوقف التمثيل؟ لغاية الآن مليسا لم تصرح بأنها ستوقف التمثيل وهذا يعني أنها مستمرة بعملها والآن لنأخذ آخر السؤال وهو من هو حبيب بيرل بوزام السابق؟ حبيب بيرل بوزام السابق هو الممثل أردام كاين راجا والذي تعرفت عليه في مسلسل حكاية جزيرة وتم انفصالهم بعد ظهور أخبار أن هي وإرسين إيرجي بعلاقة حب حيث قام أردام بإلغاء متابعتها وإلغاء متابعة صديقه أرسين إيرجي بالتأكيد يا أصدقائي لا أستطيع إنهاء الفيديو دون أن أشكر تعليقاتكم الجميلة وكلامكم اللطيف وتشجيعكم ودعمكم لي وللقناة شكرا لكم ولوجودكم في القناة وأكيد سلسلة جوابي على أسئلتكم مستمرة فإذا كان لديكم أي سؤال أكتبوه في التعليقات وسأرد عليه إن شاء الله في الفيديو القادم شكرا للمشاهدة إلى اللقاء